السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد وفوسفة جديدة على قناتي اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم بيتزا بحجم عائلي بعجينة قطنية رائعة لي دم قومة تجربوها وما تندمش عليها فعلا كتستحق التجريبة سوف نحتاج لها في المقادير عندي جوج مع القبار ديال حليب مجفف معلقة ديال السكر ومعلقة صغيرة ديال الملحة سوف نضيفهم على 4 كسان ديال الدقيق نصف كيلو 4 كسان عامرين ديال عنبة وعندي معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون جوج مع القبار ديال الياغورط طبيعي بدون سكر بيضاء معلقة كبيرة ديال الخمير الفورية جوج قطاع ديال جبن متلت او جبن مربع لحسب متوفر جميع المكونات كيكونوا خرجناهم من قبل من تلاجة يعني البيض والجبن وغنضيف معلقة كبيرة ديال السانوج هاد العجين من اروع العجين اللي جربت صراحة كتجي لديدة لديدة بزاف وقطنية جربوها وردو علي الخبار وما غت ندموش عليها انا هي المعتمدة عندي وهنا غادي نخلط ندخل مكونات مزيان في الدقيق عاد نضيف ماء دافي غادي نجمع غير بالماء دافي حتى نحصل على واحد العجين كيكون رطب انا من بعد ما عجنت العجين ديالي مزيان حصلت على هاد العجين كيف كتشوفوه ضروري كيكون رطب بزاف كالتسق في اليد باش دي العجينة ديالنا قطنية من عجنوها شقاسها غادي نغطي عليها ونخليها ترتاح حتى يضعف الحجم ديالها وندوز نحضر الحشوة هاا حسب الرغبة هنا نقع داخل المقطع صغير الشحتي في قليل من زيت الزيتون مع الان قليل من الملحة والقليل من ابزار عندي الزيتون اخضر مقطع صغير يمكن انكم بتعملو الزيتون الاسود مقطع Zarish nzeh il2 غاضي نصفيه من الزيت هنا يستعملت في ديت الزيتون الالوان مقطع صغير مش حرف القليل من زيت الزيتون مع القليل من ملحة وعندي صلصة ديال البيتزا هذي صلصة منزلية خدمتها قبل الصراحة كجيلدي ده احسن من الجاهزة يعني هذي ما فياش مواد محافظة وطرية خديت ثلاثة احباب ديال الطماطم كبار حكيتهم في الحكاكة جيها رقيقاش حطهم في القليل من زيت الزيتون ضفت علي قليل من ابزار وقليل من ملحة ومني اه طابط اضفت علي القليل من الزعتر ومعلقة صغيرة ديال السكر وعندي هنا يا الجبن احمر محكوك يمكن لكم تتعملوا تخلطوا انا دائما كنخلط الجبن الاحمر محكوك مع الجبن مدزاريلا ولكن هنا يا عندي غير الجبن الاحمر الجبن مدزاريلا معديش متوفر ما شي ضروري وهنا من بعد ما اخمرت لي العجين والضعف الحجم ديالها غادي نحيد لي هالهوى غادي نرشي لسطح العمل بالدقيق باش ما تلتسق ما تلتسقش لنا العجين حيط رطبة بزاف وهنا غادي نحيدها وغادي نقسمها على جوج يعني هاد العجين هادا استعملت فيه جوج ديال البيتزات كبارين بحجم عائلي وكيف كتشوفو العجين ديالنا رطب بزاف غادي غادي نطلق العجين ديالنا رطبة بزاف غادي نطلق العجين ديالنا رطبة بزاف قد نتلقها رقيقة وضروري تنستعنو بدقيق ونقضيها مزيلا انا من بعد ما طلقت العجن ديالي كيف كتشوفو طلقتها رقيقة وباش دي لنا مقادة مزيلا انا بعدها فرشت السينية ديال الفران بورقة ديال الطاي وباش دي لنا العجن ديالنا مقدم زيان وخصوصا ممتدئات هناخدو سينية او صحن كيكون على شكل دائري والحجم على حساب بغينها كبيرة ولا صغيرة وكنقطعو بهالطريقة باش دي لنا البيتزا ديالنا متساوية من جميع الجوانب ومقادة ومعنداش ديك الحفة اللي كتكون شوية يعني كتكون شوية كتنتسافخ في الفران وما كديش البيتزا ديالنا مقادة من جميع جوية خصوصا بنات الممتدئات هالطريقة الصراحة كدي فيها البيتزا مقادة كيف كتشوفو معايا يعني وسهلة هنا غادي ندير شوية ديال دقيق في دي باش ناخد العجن ديالنا ونوضعها في السينية ديال الفران كيف كتشوفو رقيقة ورطبة الصراحة كدي رائعة احسن من ديال المطاعم الكبرى جربوها البنات وردو عليها صافي هنا كيف كتشوفو يعني العجن ديالي دائري مقادة غادي ناخد فرشيت وغادي نتقبها مزيان باش ما تنسافخش بزاف في الفران وكيف كتشوفو العجن رطب بزاف حتى الفرشيت كتلتصق فيه كنتزوف شوية ديال الدقيق وكنتقبها باش تنجح معانا البيتزا ديالنا ضروري نتبعو جميع المراحل وخصوصا العجن نجاح ديالبيتزا هي نجاح العجن ديالها اما الحشوة راه ما فيها شي حاجة اللي غا تنجح ولا تخسر ودائما الحشوة كتبقى على حسب الرغبة كنعملوه بالدجاج بالحوت باي حاجة ديك الرومي لحم مفروم يعني الحشوة كتبقى اختيارية ولكن نجاح ديالبيتزا هو نجاح العجن ديالها انا كنتقبها مزيان نجميع الجهات يعني في الجوانيب أو في الوسط وكنوضع الصلصة ديالبيتزا دوسع عليها كاملة ونا غدا نوضع بقية المكونات عندي بصل قطع صغير وكنوزع الحشوة ديالي على البيتزا ديالي كاملة وكنقسم الحشوة على الجوج حيث وضعت جوج أنواع يعني جوج بيتزاة حجم عائلي وكنوضع الفلاة في الألوان حتى هو مش حرف زيت الزيتون أنا هنا يستعملت زيت الزيتون يعني بغيت حاجة تكون صحية دائما نسحر الحشوة ديالي في قليل من زيت الزيتون وغا نضيف الزيتون أخضر مقطع أو أي نوع عندكم سواء الزيتون أخضر أو الأسود والطون ديالي الزيت اللي صفيتو من الزيت وكنوزعها على البيتزا باش جليني الحشوة ديالي من كل جيها ماشي جي جيها عمرو جيها خوية إنه كان في ارتساط طروفة بنوليها شوية كبارين نستعملي الديا وفي الأخير غا نضيف القليل من الزعتر غير القليل حيث نسيت قبيلا أنا استعملتها في السلطة يعني استعملت الزعتر ثلاثة حبات كبار ديال الطماطم مع معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون رشة من الملح ونص معلقة صغيرة ديال إبزار منين طابط زيت علي القليل من الزعتر ومعلقة صغيرة ديال السكر يعني هدي هي الصلسة ديالي الصراحة وكتدي بنينة ولديدة وحسن من الجلزة وهدي كتكون حاجة طرية حاجة ديال الضعر أنا كنضيف القليل من الزعتر والفران شعلته من قبل الفران شعلته على درجة مرتفعة ميتين درجة من تحت ومن الفوق حتى يسخون مزيان وهنا غدي نتخل البيتزا ديالي الفران ضروري يكون سخون مزيان ومن تحت ومن الفوق ونجاح ديال البيتزا يعني ضروري يكون فران سخون بزاف حتى تطيب لنا البيتزا ديالنا عاد نضيفه الجبن ما حكوك من الفوق ونخليه الجبن ديالنا حتى يدوب وتشوفوا الشكل النهائي إن شاء الله وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا كيف كتشوفو عمل ديوش بيتزا الصراحة كيجو روعة قطنيين والعجينة الديدة مقومة كتستحق الصراحة التجربة كنشكلكم بزاف على المتابعة وليعجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة وتنسوش الضغط على الزل الإعجاب والمشاركة في القناة ديالي شكرا لكم الى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم شكرا لكم